ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر أن الصراع في أوكرانيا يتسبب في خسائر فادحة لأكثر الوحدات الروسية تقدما وقدرا وأضافت أن دبابة واحدة على الأقل من طراز T90M الأكثر تطورا في روسيا تعرضت لتدمير خلال القتال وقالت إن نحو مئة دبابة من الطراز نفسه موجودة في الخدمة ضمن أفضل الوحدات الروسية تجهيزا بما في ذلك التي تقاتل في أوكرانيا ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت كمية كبيرة من المعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة وبلدان أوروبية قرب محطة بوهودوخيف للسكك الحديدية في منطقة خاركيف في أوكرانيا وضافت أنها قصفت 18 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة تشمل مخزن أسلحة في داتشن قرب مدينة أوديسا الساحلية وأعلنت الولايات المتحدة من جهتها أيضا مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار تضم ذخيرة مدفعية وأجهزة رادار لكنها حذرت من أن الأموال المرصودة للأسلحة الموجهة لكيف أشرفت على النفذ ترجمة نانسي قنقر